جبهري يستقيل من الحكومة خطوة ترقبها كثيرون إثر تصريحات مثيرة أطلاقها نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات والرجل الثاني في الحكومة وحمل فيها التحالف مسؤولية التعثر في الحسم العسكري وفي خطوات استعادة الشرعية نفوذها وصلاحيتها في أمور فيها نوع من التمادي فيه نوع من الأخطاء ستكون لها نتائج كارثية علينا كشرعية وعلى دول التحالف بدأت القصة في أكتوبر من العام المنصر عندما زار جباري على رأس لجنة وزارية رفيعة المستوى محافظة تعز وعاصمتها المحاصرة التي تخوض حربا شبه منسية وضعتها على رأس قائمة المدن الواقعة تحت وطأة الأزمة الإنسانية الأكثر سوءا في العالم هناك تكسير من الجانب الحكومي هناك تكسير من الرئاسة هناك تكسير من الحلفاء هناك تكسير من عدة جهات في حق تعز مكث جباري أكثر من نصف شهر في تعز وهو يحاول تثبيت نفوذ السلطة الشرعية في هذه المحافظة وقطع شوطا مهما على هذا الطريق لكن التحالف ضاق ذرعا بمهمة جباري هذه استدعاه على عجل وفي الطريق تعرض لمحاولة اغتيال من مصدر مجهول وهو ما فسره مراقبون حينها بأنه تحذير من النوع الثقيل بما يكفي الوقف مساع يرى فيها من يسمي نفسه تحالف دعم الشرعية سلوكا خارج السياق لكن صدى مهمة جباري تجلت في مسيرات تعز العارمة التي انطلقت الثلاثاء إحياء للذكرى الرابعة لانطلاق المقاومة لم تتسع الرياض لإقامة جباري فاتجه إلى القاهرة ليطلق عبر فضائية يمنية تصريحات كرست موقف الرجل الذي لا ينفصل عن موقف الحكومة مما لم يعد بالإمكان احتماله من سلوك التحالف الذي أمعن في تجريب السلطة الشرعية وإقصائها وحشرها بالملاذ الذي لم يعد آمنا في الرياض مسبحة الشرعية مرشحة للمزيد من الانفراط إثر التصريحات المتلاحقة من قبل وزراء ضاق بهم الحال ولم يغنهم عن المقال فصرحوا بما لا يريد تحالف الرياض أبوظبي سماعه فهذا وزير النقل صالح الجبواني وجد نفسه مقيدا عن الحركة ممنوعا من القيام بواجباته الرسمية في محافظة الشبوى على يد التشكيل المسلح الذي أنشاته أبوظبي تحت مسمى النخبة الشبوانية ما دفعه إلى المطالبة صراحة بإعادة تصحيح مسار العلاقة مع التحالف وهذا الوزير صلاح الصايد أطلق من عدى النداء للمواطنين للتظاهر والمطالبة بعودة الرئيس مستشهدا بتجربة اللبنانيين الذين نجحوا في استعادة رئيس وزرائهم بعد تعرضه للاحتجاز في المعتقل الكبير ذاته الذي افتتحته الشقيقة الكبرى في مستهل عهدها الجديد قبل أن تضطره قوات أبوظبي إلى مغادرة العاصمة المؤقتة مخطط إفناء الحكومة يراه المراقبون المهمة الوحيدة الناجحة حتى هذه اللحظة لما يسمى تحالف دعم الشرعية وما عداها لا يبدو اليمن سوى مجال للفوضى والعنف والبؤس وغياب الدولة ومستنقعا عميقا سيكون هذا التحالف أول الغارقين فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر